احد اخواننا في عنده سؤال حول انه رجل يريد شراء عملة انها رخصة الان بالسوق يعني السوقها صار رخيط جدا على اساس انه بس يرتفع سعر يبيع هذا العملة طبعا عملة ورقية فهل يجوز ذلك لا يا رجل يجوز ذلك ما دليل ذلك استاذنا شو الدليل على هذا تريد ان يحتاج الى مقدمات احتاج الى عظم نعم هذه العملة الورقية ليس لها قيمي ذاتي قيمتها بالنسبة للظهب المتخر لا مخوين نعم انا اسمعك استاذي ايه بس مخوين اعد مرة ثانية قلت ان فهم هذا المسؤر فيه دقة نعم فان هذه العملة الورقية ليس راقية فيه ايه نعم يعني الورق الابيض السابع تلتفى منه اكثر من هذا الورق المطبوع ايه نعم لكن قيمتها اكبارية ايه نعم نعم فهمت الان ايه تختلف القيمة باختلاف الجناد والدول نعم ايه نعم ايه نعم ايه نعم بسهر كدير بسهر هذه الرسولي نظلا لما اجيتنا الجلال كانت العاشر الرسولي تشاوي دينارا اي نعم تشاوي ربع دينار ايه فمدان هي للسلاقية ذاتية في نتها الزهب المقدر لها شو الان ينتظر ترخص لها التنبيه لما اتغلى الى اخره كاننا نبيع الزهب بالزهب نبيع الزهب لا يجوز الا على التساوي مثل ببثل نعم لا اردت متاجرة لما اردت لما اردت سرى الان لما اردت انساءالله نعم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا فيديو اشتركوا في القناة